الشعب المصري بطبعه شعب ابن نكتة دمه خفيف أوي وبيحب الهزار النيابة العامة قررت النهاردة تهزر معانا وتكون نيابة بنت نكتة قرار من النيابة العامة المصرية بإدراج الرئيس محمد مرسي والدكتور عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب برفقة آخرين قرار خطير له ما بعده يحرم بموجبه الرئيس مرسي وعصام العريان من السفر أو استخراج أي أوراق رسمية يتم التحفظ على أموالهم مصادرة ممتلكاتهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول ولكن مهلا كيف يمنع الأموات من السفر وكيف يستخرج الميت أوراقا رسمية وهل هناك احتمالية لعودة الأموات إلى أوطانهم توفي الرئيس محمد مرسي في يونيو 2019 ورحل الدكتور عصام العريان عن دنيانا في أغسطس من عام 2020 فهل غاب عن النيابة العامة المصرية خبر وفاتهما؟ أم أنه العبث والغباء والظلم الذي طال المصريين جميعا أحياء وأمواتا؟ ليست المرة الأولى فعلتها النيابة العامة قبل ذلك فعلها القضاء المصري بعد ذلك حكموا على أسير فلسطيني في سجون الاحتلال وعلى شهيد فلسطيني قتله الاحتلال عام 2008 اتهموهم بعبور الحدود المصرية وتهريب محمد مرسي ورفاقه من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير حضرتك جايت عزي ولا جايت هزر؟ لا والله أنا جاية هزر النيابة العامة بتاعتنا جاية هزر ولكنه هزار ثقيل الظل ونكتة سخيفة وقرار عبثي لن يجلب للنيابة العامة سوى السخرية واللعنات ودعوات المظلومين